صرح لنا سكان بلدة فاتئي أنه لا زالت قوات الإيرترية تحت البلدة غولومخدا والقرى المجاورة لها ويرتكبون في حق سكانها الجرائم كالقتل والاختطاف والتعدي على النساء جنسيا إضافة إلى إجبار سكان المدينة على تغيير هوياتهم وأضافوا أيضا السكان الذين قمنا بإخفاء وجوههم كي لا يتعرضوا لأذى أنه إلى الآن لا زال الشعب في خطورة ولذا يجب حمايتهم لا زالت قوات الجيش الإيرتري تحت البلدة غولومخدا وعورة وأقرحزي وزبان حزة إضافة إلى مدينة زالانبسة وتراهم بكثرة في القرى وهم يلبسون الزي العسكري إضافة إلى الأسلحة التي بحوزتهم لا زالت قوات الجيش الإيرتري سيطرة على كل من بلدة أقرحزي وعورة ولقات وأيضا أقع طرقي والسكان هناك في خطورة وهم غير غادرين على التحرك والهرب ولقد تم منعهم من إخراج امتركاتهم والهرب ولذا يجب إدراك خطورة ذلك الوضع نحن استفدنا فقط من اتفاقية السلام بوقف طلق النار أما عن قوات الجيش الإيرتري فهم يدخلون بلدتنا في وقت ما يريدون وفي وقت قريب لقد دخلوا إلى المدينة وقاموا بضرب واختطاف السكان ولذلك نحن في النهار نكون في بلدتنا فاتسي وفي الليل نذهب إلى مدينة عدقرات وذلك خوفا على سلامتنا وبشأن ذلك الوضع صرح لنا السيد باري هوتس أقا مدير بلدة قولو مخدا أن قوات الجيش الإيرتري أصبحت تدخل في بلدة فاتسي وقت ما تشاء وترتكب الجرائم إضافة إلى سيطرتها على بلدة قولو مخدا وتدمير الدوائر الحكومية للبلدة مما جعل الوضع صعب لبدء العمل كالسابق قوات الجيش الإيرتري تتواجد في كل من بلدة أدستسفا وأيضا نقرحسي إضافة إلى سيطرتها لمدينة زالمبسة والبلدات المجاورة لها ونحب أن ننوه أن وجود القوات الإيرترية في أرضنا وسيطرتها على البلدات التي ذكرتها ونحن نريد في أسرع وقت انسحاب القوات الإيرترية من أراضي تغراي التي تحت احتلالهم وأحب أن أؤكد على وجودهم في تغراي وأضاف السيد باري هوتس أقا أيضا أنه بسبب احتلال القوات الإيرترية على بلدة قولو مخدا العديد من سكانها نزح وتشتت والعديد منهم لا زالوا تحت رحمتهم ويعانون من أزمات عدة ولذا على من يهمه الأمر أن يجد الحلول السريعة لإنهاء كل تلك الأزمات على الجهات التي ساهمت لإعقاد اتفاقية السلام بأن تتابع نتائج الاتفاقية وذلك بالمجيء ورؤية ذلك على أرض الواقع وباعتقادي أن المسؤولية تكون على الحكومة الفدرالية بإخراج القوات الجيش الإيرتري من أراضي تغراي وحماية الحدود ورجوع النازحين إلى أراضيهم والعشق السابق وأكد أيضا السيد مولو مبرهتو مدير المنطقة الشرقية في تغراي أن قوات الجيش الإيرتري لا زالت تحت الجزء من بلدات المنطقة الشرقية ويرتكبون في حق سكانها الجرائم إضافة إلى تدمير الدوائر الحكومية في تلك البلدات مما جعل ذلك عائقا في بدء الحياة المهنية والعيش كالسابق تتواجد قوات الجيش الإيرتري بالقرب من المناطق الإدارية وأيضا هناك توسع في انتشار تلك القوات على باقي المدن والقرى وهذا جعل السكان غير قادرين على العيش بسلام وأيضا نحن كإداريين غير قادرين على إدارة شؤون المنطقة وأفاد أيضا السيد مولو أنه ورغم توقيع اتفاقية السلام إلا أنه لا زالت قوات الجيش الإيرتري تسيطر على مدن تغراي وهناك توسع في انتشار ذلك الاحتلال إضافة إلى ارتكابهم لجرائمهم الوحشية التي بسببها نزح العديد من سكانها وتشتت وأصبح يعاني من آزمات عدة نحن في شهر فبراير وما زالت قوات الجيش الإيرتري تقوم بخطف الأشخاص والتعدي على النساء جنسيا وإن حاولت أي واحدة الهرب يقومون بالتعدي عليها وفي وقت قريب جدا مات 105 أشخاص من سكان مدينة قولمخدة